المزيد حول العلاقات البحرينية الإماراتية يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف من أبوظبي سعادة السفير الشيخ خالد بن عبد الله بن علي الخليفة سفير مملكة البحرين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة أرحب بك سعادة السفير وكيف تصف العلاقات بين مملكة البحرين ودولة الإمارات الشقيقة بداية أرفع أسمعي التهاني والتبركاتي لمقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زayed آل نهيان حفظ الله ورعاه وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشدان المكتوم نام رئيس الدولة رئيس مسجراء حاكم الدبي حفظ الله ورعاه وإلى سمو الشيخ منصور بن زayed آل نهيان نام رئيس الدولة نام رئيس مسجراء وزير ديوان الرئاسي حفظ الله كما أتقدم بالتهنع إلى أصحاب السمو وضعاً مجلعاً لاتحاد حكام الإمارات وأولياء العهود وإلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة الأصير والمقيمين على أرضها الطيبة بمناسبة مرور 52 عام على قيام الاتحاد سائلين مولى عز وجل أن يديم على هذا الأرض الطيبة قيادة وحكومة وشعب النعمة الأمن والأمان بداية العلاقات البحرينية الإماراتية الوطيد اشهدت العديد من السمات والتقارب والتكامل مستند على أرض زاخر من الأخوة والمحبة اللي أسسها المغفور له صاحب العظمة الأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ذراه وأخيه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آنهيان طيب الله ذراه وبالوقت الحالي تحظى برعاية واهتمام سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وأخيه صاحب السمشة محمد زايد آل هيان حظم الله رعاهم رئيس دولة الإمارات العربية مستكملين مسيرة الأخوة والمحبة والعمل مشترك ووحدة المصير تعتبر هذه العلاقة نموذجا مشرفا في وحدة الخليجية والشراكة الاستراتيجية المتميزة والقامة على أسس من الود والاحترام واشهدت هذه العلاقة الثنائية العديد بمحطات البارزون خلال السنوات الماضية وأسهمت بصورة مباشرة في ترسيخ هذه العلاقات واستمرارها لسنوات طويلة نعم يعني سعادة السفير في ظل ما تشهده العلاقات البحرينية الإماراتية من تطور مستمر كيف تنظر إلى مستقبل العلاقات بين البلدين الشقيقين؟ حقيقة كما سبق وذكرت من العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وصلت إلى أعلى مصوياتها وتعتبر هذه العلاقة نموذجا مشرفا في الوحدة الخليجية وشراكة استراتيجية المتميزة وكان لاتبادل زيارات الرسمية له دور كبير في فتح أفاق أرحب نحو مزيد من خير ونمال البلدين والشعبين الشقيقين في عام 2021 قام سيدي صاحب السمو الملك الأمير سلمان بن حمد وهي الأهبة يسمى جزرع حمد الله بزيارة رسمية إلى دورة المرات العربية المتحدة لمواصلة تعزيز الأفاق تعاون تكامل ذات الأبعاد استراتيجي وبالفعل كانت هذه الزيارة حققت الكثير من الرؤى المشتركة بين البلدين الشقيقين ونتج طبعا توقيع العديد من ذكرات التفاهم بين البلدين والذي بالفعل باشروا جميع الأطراف المختصين في هذه المذكرات للعمل على أرض الواقع ووضع هذه إلى أهداف تحققت الكثير منها والله الحمد ومؤخرا ترأس طبعا سمو الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجي والتعاون الدولي أعمال الدورة الحادي عشرة اللجنة العلية المشتركة بين البلدين فيما ترأس الجانب بحرين سعد الدكتور عبدالطيف الراشد زيانج الخارجية وأيضا تم التوقيع على العديد من ذكرات التفاهم هذا العام لذلك نعتبر هذه الشراكة المستقبلية دائما ننظر لها بإيجابية لتحقيق العديد من الأحداث واليوم طبعا نعتبر مشاركة مملكة البحرين في مؤتمر تغيير مناخ الكوب 28 والتي تتصديف حاليا دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة إكسبو دعما لإنجاح القمة عبر التعاضي والتزام في معالجة تغيير المناخي وآثاره وتحدياته وإيجاد حلول للمعاضي وتحقيقا لأهداف التفاقيات بمم المتحدة وتعزيز تنفيذ الكامل الفعال لتفاقية باريس ختاما أدعو من الله عز وجل أن تظل العلاقة البحريني الإماراتية دائما في أفضل مستوياتها ورفعتها وازدهارها لما يحمله قادتها الكرام من رؤية بعيدة وحكمة سديدة وبصيرة وناخدة وأن يديم المحبة والألفة والتقارب بين مملكة البحرين وشقيات تدولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعبا وأن يديم عليهم ونعمة الأمن والأمان وستقرار والنماء والرخى وشكرا لك نعم اللهم أمين من أبو ضبي سعادة السفير الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة سفير مملكة البحرين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة كل الشكر لك ترجمة نانسي قنقر